قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية استندت للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلاة وأشار الشلالدة إلى أن غالبية هذه المرافعات طالبت بوضع حد للاحتلال طويل الأمد والتركيز على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وعدم مشروعية الاحتلال وإنهائه علاوة على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني معربا عن أسفه لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض الفيتو في مجلس الأمن مؤكدا أن هذا يعد مشاركة واضحة في الجرائم الإسرائيلية كما يعطي الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي في استكمال الإبادة الجماعية وانتهاك حقوق الإنسان